اجتمعنا في هذا المؤتمر القدس هوية الأمة واجتمع فيه نخبة من علماء المسلمين من شتى بقاع الأرض لنناقش قضية عظيمة القضية التي يجتمع عليها كل المسلمون في العالم الإسلامي ألا وهي قضية القدس ونأتي اليوم وفي هذه اللحظات المباركة لختام مؤتمرنا هذا ببركة من الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه اللحظات نستعد لإطلاق البيان الختام الذي توصلنا إليه في هذا المؤتمر المبارك لذلك أيها الإخوة والأخوات الكرام سنتحدث الآن مع مجموعة وسنبقى الآن مع مجموعة من العلماء ليتحدثوا لنا باختصار عن أبرز معالم هذا المؤتمر وعن قضية القدس الشريف وسنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بفضيلة الشيخ الدكتور محمد ولد الددو فليتفضل على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى عبد الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإن القضايا المهمة التي تشغل الناس وتملأ الدنيا تستحق أن تكون دائما على الألسنة وعبر الشاشات وأن تكون واضحة المعالم وأن يكون الموقف منها بارزا للناس وأهم قضايا المسلمين في عصرنا هذا قضية القدس قضية وسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء ومكان إعلان إمامته للعالم أقرب منطقة في الأرض إلى السماوات العلاء إلى المكان المقدس المبارك الذي تضله أجنحة الملائكة إلى أرض الرباط وأرض المحشر والمنشر إلى الأرض التي نوها الله ببركتها وقداستها بكتابه إلى الأرض التي ترتبط بالحرمين الشريفين ارتباطا لا يمكن فصله بحال من الأحوال فقد كانت قبلة المسلمين الأولى ثم بعد ذلك ربطت بالمسجد الحرام بمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في هذه المساهد الثلاثة فهذه القضية من المهمة أن تعقد لها المؤتمرات وأن يناقش المسلمون حال المسجد الأقصى وأن يطلعوا كبارهم وصغارهم ورجالهم ونساءهم وقادتهم وحكوماتهم على الموقف اللازم منها ولا يمكن أن يتصدى لذلك إلا العلماء والمفكرون الذين يدركون أبعاد الأمور وحقائقها ولذلك أقيم هذا المؤتمر المبارك في ماليزيا وحضره هذا الجم الغفير من العلماء والمفكرين والمشاركين من مختلف أسقاع الأرض ومن أطياف هذه الأمة كلها واتفقوا جميعا على هذه النقاط التي ستتلى عليكم في البيان الختام والتي زبنتها تنحصر في توجيه طاقات هذه الأمة إلى تحرير المسجد الأقصى وأنه أولى أولويات المسلمين وأنه يلزم أن تهتم به الحكومات ويلزم أن تهتم به الشعوب والمؤسسات ويلزم أن يكون دائما على أجندة كل مؤسسة إسلامية ومنها المجامع العلمية العلمائية والهيئات الإسلامية كلها على رأس أجندتها قضية المسجد الأقصى وتحريره فلو كان للمسلمين أسير واحد بأيدي العدو للزم أن يقدموا أموالهم وجهودهم من أجل فك سراحه وإطلاقه فضلا عن أن يكون الأسير هو المسجد الأقصى وعماره جميعا ومن حوله جميعا فهؤلاء جميعا في عداد الأسرى سواء منهم من كان داخل السجون ومن كان داخل السهن الكبير فهم جميعا أسرى ويجب على المسلمين أن يسعوا لتخليصهم يجب على المسلمين أن يبذلوا كل جهودهم وأن تشارك في ذلك ميزانيات الحكومات وأن تكون لذلك وزارات في الحكومات وزارات تختص بشأن الأقصى وتحريره ووزارات التعليم أيضا لا بد أن تهتم بهذا المجال وتبيينه حتى تتربى الأجيال عليه ووزارات الإعلام لا بد أن تهتم به وأن تناصر هذه القضية وتنشرها فهي أمانة في أعناق المسلمين جميعا وكذلك وزارات الخارجية والديبلوماسية والصفارات لا بد أن يكون لها الدور الضاغط في قضية المسجد الأقصى فهذا أولويتها وواجبها الأول لأنها تمثل الأمة تجاه الآخرين وهي التي تنقل رسالتها وتنقل الرسائل إليها فيجب أن يكون على رأس جندتها وأولوياتها التهتم بقضية تحرير المسجد الأقصى وما حوله كذلك لا بد من التذكير أن من نتائج هذا المؤتمر البارز أنه بيّن أن هذه الأمة تتحد على قضية الأقصى ولا تختلف في ذلك فتختلف الأمة في كثير من الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولكن قضية المسجد الأقصى محل اتفاق بين المسلمين جميعا لا يختلف فيها ذناني على أولويتها ولا يختلف ذناني في وجوب التضحية لها ويجب أن تكون مجالا للتنافس بين البلدان الإسلامية والمؤسسات وأن يتنافس الحكام والحكومات لتقديم كل ما يستطيعونه للمسجد الأقصى وللمرابطين فيه وتذكير هذه الأمة بأن الرباط من أهم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وبالأخص إذا كان هذا الرباط في أهم جهة وهي المسجد الأقصى الذي صلاة واحدة فيه خير من خمسمائة صلاة فيما سواه من المساهد ما سوى المسجدين النبوي والمسجد الحرام فالرباط فيه قيض الله له المقدسيين الموجودين الآن الذين يقفون في وجه الصهاينة ويمنعون هذا المسجد ويحمونه فيجب على الأمة جميعا أن تتولاهم بالرعاية والعناية وأن تخصص لهم الرواتب حتى يتبكنوا من هذه الرعاية فأقل ما يجزئ الآن في حماية المسجد الأقصى ألف وخمسمائة مرابط بشكل دائم من الرجال والنساء وسيكون أغلبهم من كبار السن وهؤلاء سيتفردون ويتركون كل أعمالهم لخدمة المسجد الأقصى وحمايته والصلاة فيه وقراءة القرآن والدعاء وهؤلاء أقل ما يجزئ لواحد منهم تقريبا ألف وخمسمائة دولار شهريا وليس هذا كثيرا على هذه الأمة فيجب أن تتبادر الحكومات والشعوب والأغنياء لتوفير هذه المبالغ للمرابطين في سبيل الله وقد نبه الأخ إلى نهاية الوقت فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وانفضل الآن الشيخ أسامة الرفاعي للهديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعى بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الأكارم كثيرا من المؤتمرات يعقدها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ثم لا تكون بعد ذلك إلا حركة إعلامية وضجة ينتفع بها الناس ولكن على أرض الواقع لا تنتج شيئا ملموسا يغير حال الأمة وينقلها من حال إلى حال وهذا ينبغي أن تتخلص المؤتمرات من هذه السلبية ومؤتمرنا هذا كما بدى لكم أيها الإخوة أنه سينتج عنه مشروع وهذا المشروع إذا دعمناه بكل ما نملك من الطاقات والإمكانيات فإنه هو الأمل في أن يكون الخطوة الأولى في تحرير فلسطينة إن شاء الله تعالى المشروع الذي يوظف طاقات الأمة كل الأمة من أولها إلى آخرها يوظف طاقاتها في خدمة هذه القضية ويوظف إمكانياتها ويوظف مواهب رجالها ونسائها المشروع الذي لا يدع فردا من أفراد الأمة التي تتلظى على شوق شديد إلى تحرير المسجد الأقصى تصوروا أيها الإخوة أن مسلما في الدنيا كلها لا يخلو من أن يحدث نفسه في كل يوم مرة أو أكثر من مرة ماذا أفعل المسجد الأقصى ماذا أقدم لفلسطين ماذا أقدم لبيت المقدس كل المسلمين يحدثون أنفسهم بهذه المعاني فماذا نقدم لهم من نتائج هذه المؤتمرات إن لم يقم مشروع يحرك الأمة ويضع كل إمكانية في موضعها اللائق وكل موهبة من مواهب المسلمين في مكانها الذي يليق بها إن لم تكن المؤتمرات على هذه الشاكلة فلا خير فيها ولذلك أرجو من الإخوة القائمين على هذا المؤتمر أن يبلوروا هذا المشروع بشكل لائق بقضيتنا قضية فلسطين وبيت المقدس والمسجد الأقصى حتى نحقق أمنية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسد الواحد الذي تشكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أسأل الله أن يجعلنا كذلك جميعا إنه سميع قريب مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا في هذا المؤتمر في هذا البلد الطيب الكريم العزيز ماليزيا بقيادتها الطيبة حكومة وشعبا ورأينا هذا التفاعل الطيب مع هذه القضية المقدسة أيها الأحبة الكرام رسالتنا هي إلى العلماء جميعا أن نقيم اللجان المتخصصة في أقطارنا العربية والإسلامية دعما لهذه القضية المقدسة وننطلق من خلال الخطى السديدة التي رسمها لنا القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وليس عبثا أن تأتي هذه الآيات القرآنية في صدر سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أيها الأحبة الكرام من هذا المؤتمر أقول لا مؤتمر لا مؤتمر في القدس قد نطق الحجر أنا لا أريد سوى عمر لا يكون مؤتمرنا ناجحا إلا إذا خطونا خطوات على نهج عمر في رسم السياسة التي أطلقها عندما قال على أبواب بيت المقدس نحن قوم قد أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله نعم أيها الأحبة الكرام بالتربية المسجدية والتربية القرآنية والتربية الإيمانية التي غرسها شيخ الأقصى الشيخ راءة صلاح وشيخ المجاهدين الشيخ أحمد ياسين في أهل غزة هم قد قدموا الأقصى من أموالهم ومن أنفسهم ومن بطولاتهم ومن شبابهم ومن قادتهم حري بنا كذلك في أقطارنا وفي بلادنا أن نقدم الأقصى من أموالنا وجهدنا وعطائنا بكل أنواع التربية لقوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وأعدوكم والسلام عليكم ورحمة الله والسلام ومعنا الآن Dr. Zulkafal فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة الكرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله بداية نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أن أما علينا نعمان كسيرا والحمد لله أقمنا المؤتمر في هذا اليوم وأنا أحتسب أن هذا المؤتمر جهدا في سبيل الله والحمد لله نحن نفهم جميعا ما قرر الألماء في هذا المؤتمر إن شاء الله فنقول الأمة الإسلامية الآن كما هي أمانة في رقاب الحكام والقائمين على إدارة شؤون بلاد المسلمين مشاركها ومغاربها فهي كذلك أمانة أعظم أسرا ورتبة في رقاب الألماء لذلك ارفعوا همة الأمة بشعوبها وهكامها بشعوبها وهكامها للوحدة والانتصام حفزوا على الجهان واستعادة مقدسات المسلمين بقدر المستطاع بكل كل فرد في الأمة ولو باليسير ولذلك تجدوني بكلته التي إلا بفضل من الله أتحدث دائما عن وحدة الأمة واعتصامها وأحس ليلا ونهارا على أن تكون الأمة صاحبة كلمة واحدة قوية تشك بوحدتها محافل الأمم علميا واقتصادية وثقافيا واسكريا وامنية بكل مجالات الحيات شامخة واسكريا اللهم أخلصنا ويانا وانلها فيما يرديكا واجعل يا الله العزة والكافة المؤمنين الموحدين واجعل الصغار والزل لمن أراد بالإسلام والمسلمين سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام واجزاكم الله خيران كثيرا الحظة من الوقت فأفتح المصحفين لسؤال ولكن فقد يزيئ أن أسئلة فدات fardalu masyikuran يعني مواجح الى العزاه دي أمام احم remembrance فردال نهم نعم 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 زل زل المع stimulate ويدا وه Luca أدفة موسيقف شكرا للمشاهدة 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 من ملوكها ورؤساء ورؤساء حكوماتها وقادة جيوشها أن يذكر ذكرا دائما وأن يدعى له دائما عليه أن يقتفي أثار من سعى الآن لتطهير المشاهدة لن ينساه المسلمون أبدا وَسَيَدْعُونَا عَلَى الْمَنَابِيَ وَيَدْعُونَ الْلَحَدِّينَ وَيَذْكُرُونَهُ فِي كُتُبِهِمْ وَتَعَلِفِهِمْ وَنَاكَ تَسَبَقُوا لِذِكْرِ وَشُهْرَةِ فَلِيَكُنْ هَذَا مَدَانَ تَنَافُسِيُّ الْمُسَابَقَةِ Assalamualaikum Sekejap lagi Resolusi akan dibaca Jadi kita nak Lama-lama kita lah Apa harapan mereka dengan Resolusi yang mungkin akan Dapat membantu Rakyat Palestine sepas ini Selepas ini menekan Harapan daripada Daripada mereka semua Selepas daripada Resolusi Resolusi adalah harapan kami Jadi apa yang akan Dibatikan adalah harapan kami Para alim ulama Khususnya untuk Saya buka ruang lagi Kerana kita sedang menanti Salinan Bayang Hitami Ataupun Resolusi akhir kita InsyaAllah Alas Bismillahirrahmanirrahim Al-Qudus huyatul umma Al-Bain khitami Limu'tamar Al-Qudus huyatul umma Al-Munaakid Fi Fulmen Futrajaya Leksayt Fi Madinati Futrajaya Al-Idariya Bil-Qurbi Bil-Qurbi minal Al-Asimah Al-Maliziyyati Kuala Lumbur Ala madari Yawmai Al-Sabat Wal-Ahad Al-Asir Wa hadi Asyad Jumaat Al-Awwal Min'am Al-Fu 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 Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammad Imam Al-Mujahidin Wa Ala Al-Tayyibin Al-Tahirin Wa Ashab Ajma'in Waman Tabi'ahum Bi'ihsani Ila Yawm Iddin Waba'in Faqad Aqadat Kullun Min Mu'asas Ma'i Aqsa Wal Al-Ihtihad Al-Alami Lu'ulamai Al-Muslimin Wahai'ah Ulama'i Falestine Fil-Kharish Mu'atamara Al-Quds Huiyyatul Umah Fi Madinati Putrajaya Fi Malaysia Bi'ayatin Karimatin Ima'ali Datuk Sri Muhammad Najib Bintun Abdul Razak Raizul Wuzara Al-Malizi Ala Madari Yawm Ishabat Wal-Ahad Bittariq Al-Mazgur A'lah Waqat Adhamman Umati Al-Islamiyyati Jami'an Wasiyasiyyina Wa Ashab Al-Qarari Ila Tabanni'hi Wa Iltizami Bihi Marja'iyyatan Fikriyatan Wasakafiyyatan Watabawiyyatan Wa yadu'una Ila Tashkili Lijani Lijani Mukata'at Tadbi'i Wa Tafailaha Fi Mukhtalafi Dua Al-Alam Al-Islami Sabi'an Yutalib Al-Mu'tamiruna Jami'al Kua Al-Fasaili Al-Fasaili Al-Falistiniyah Al-Suntat Al-Falistiniyah Ila Tauhidi Sufufihim Wal-Amm Shemlihim Watakthifi Juhudihim Di-itmami Amaliyyat Al-Musalahat Al-Falistiniyah Ala Kaidat Al-Muqawamati Wal-Jihadi Wa Mwajahat Al-Muhtal Al-Ghasib Kama Yutalibuna Sunat Al-Falistiniyyata Biwakfi Ashkali Al-Tawasul Wattansiqi Ma'al-Kiyani Sahyuni Wal-Idara Al-Amrikiya Thamina Yadu'al Al-Mu'tamiruna Al-Ummata Al-Islamiyyata Ilal Wihdati Fima Bainha Wata'aziz Al-Alaqat Al-Tidhariyyata Wala-Aktisadiyyata Wata'bani Al-Da'am Al-Kamili Libait Al-Maqdis Wa'ahliha Al-Murabitina Hual-Aqsa Al-Lazina Hum Haudinatu Bait Al-Maqdis Wal-Masjid Al-Aqsa Wazalika Min khilali Da'ami Masyari Al-Waqfi Wal-Iskani Wal-Talimi Wal-Anshita Al-Kafatan Al-Lati Tu'aziz Sumudahum Watuhafizu Ala Hawiyyatihm Al-Arabiyyah Wal-Islamiyyah Tasian Yashidu Yashidu Al-Mu'tamiruna Bittajribat Al-Maliziyyati Watturkiyati Fi Mubadayati Taw'amati Bain Al-Mu'asasat Al-Makdisiyyah Wa Masilatihah Fi Hazain Al-Baladain Al-Bawasili Kaafatan Wa Nakhus Minhum Shaykha Al-Aqsa Al-Shaykh Al-Raida Sahddin Al-Rabit Khalfa Quduban Al-Asri Sahyuni Wa Yuakiduna Lahum Anna Ulama Al-Ummati Wadwa'atihah Washi'ubaha Safan Wahidan Ma'ahum Fi Wajah Al-Falustiniyyah Wal Ma'arif Al-Makdisiyyah Fi Manahidim Al-Talimiyyah Wa Mu'asasatihim Al-A'ilamiyyah Wal Fikriyah Wa Angshitatihim Al-Sakafiyyah Salah Ashar Yad'un Mu'tamiruna Ila Atibari Am Al-Fin Wat Taman Tash Aaman Linusrat Al-Quds Wa Falustin Wadwa'una Ila Tabanni Kharitatin Kharitati Tarih Tahrir Falustin Wa Nusrat Al-Qudsi Wadwa'una Ila Tashkili Lajnat Mushtarakah Baina Hayat Al-Ulamak Wa Mu'asasatihim Litafa'il Haya Wata Tatiha Ala Ardil Wa Khabar Rabi Asha Wah Al-Akhir Yad'un Mu'tamirun Ila Itlaqi Mashrui Ulama Min Ajl Al-Qudsi Ala Mustawal Al-Alam Al-Islami Wa Al-Mustawayat Al-Mahalliyah Wa Yutalibuna Bitashkili Lajnat Mushtarikah Limutaba'ati Tawsiyati Hazal Mu'tamar Wa Tafil Haya Shakirina Liljami Hudurahum Wa Tafa'ulahum Wa Takabbal Allah Min Al-Jami Wa Akhud Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Hazah Wa Bayan Al-Khitab Wa Niabatan Li Mu'asas Al-Aqsa Wal-Hukum Al-Mahalliyah Urrahi Bi Kudumikum Wa Ashkulukum Jami'an Ala Husni Hudurikum Wa Narju Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Warakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warakatuh Syukran Jazila Sahih Mal Datuk Doktor Khairuddin Aman Razali R Samantha R وشكرا جزيلا عن اللجهة تنفيذها للمؤتمر ونطلب من فضيلتكم وسيادتكم ومرة أخرى نطلب من فضيلتكم أن تغادروا الآن إلى الأوتوبيس دون العودة إلى الغرف وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجود ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي اشتركوا في القناة